بالعودة إلى الأصمة جميعنا استقبل صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي بقصر الديمقراطية وفدا ألمانية للتباحث معهم حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين تقرير عباسة بكر مصطفى رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي يستقبل وفد مؤسسات كوندران أستفن الألمانية وذلك عقب مشاركتهم في الورشة الإقليمية حول التحديات الأمنية لحوض بوهيرة تشادة التي شارك فيها أربع الدول المعنية وهي تشاد والكمرون ونيجر ونيجيريا وخلال المقابلة فقد تبادل الطرفان سبل الأمن والاستقرار في حوض بحيرة تشادة وهذا نتيجة لجهود القوات التشادية التي تزهر من أجل أمن سكان تلك المنطقة كما شكر رئيس الجمعية الدكتور هارون كابادي بادرة المؤسسة وقد وصفها بالإيجابية وأضاف بأن هذا العمر يعد أيضا من اهتمامات سلطات العلية بالبلاد المديرة الإقليمية لمؤسسة كوندران أستفن لدول جنوب الصحراء أندريا واستنر عقب خروجها من المقابلة فقد صرهت بأنها ناقشت مع رئيس الجمعية الوطنية لإيجاد سبل الكفيلة لحل التحديات الأمنية لحوض بحيرة تشادة مؤكدة بأن مؤسستها ستبذل ما بوسعها من أجل سلامة سكان المنطقة إن مؤسسة كوندران أستفن الألمانية تم تأسيسها منذ عام 1955 في مدينة برلين التي تتاخذ مقرا منها لها نبقى بقصر الديمقراطية حيث استجوبت الجمعية الوطنية صباح اليوم وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني للرد على السؤال المتعلق بالكواتر الطبيعية ودور الحكومة للوقوف مع المتضررين ترأس الجلسة النائب الثالث رئيس الجمعية الوطنية دكتور تقرير محمود حسن سموه على ضوء استجواب وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني كادة إليزابيد من قبلها الجمعية الوطنية للرد على سؤال نشافه قدم إليها من قبل النائب البرلماني أحمد النظيف خاطر حول شروط الحصول على التضامن الوطني في حالة هدوث كارثة والتي لم يستفت منها بعض المعانيين هذا العام بحسب مقدم السؤال ذلك رغم صراخات الاستغاثة التي أطلاقوها فبعد رد الوزيرة وتأكيدها على أن الحكومة من أجل مواجهة الكوارث فقد وضعت منذ عام 2006 الترتيبات اللازمة ومن ثم إنشاء صندوق وطني بهدف تقديم المساعدات اللازمة والتي استفاد منها الكثيرون في مختلف أنحاء الوطن إلا أن النواب الذين تداخلوا حلال فعاليات الجلسة فقد أبروا أن خيبة أملهم الكبيرة من عدم وقوف الوزارة بجانب الضحايا ببعض مناطق الوطن سيما ضحايا الفيضانات والحرائق وكذا المواطنين الذين تضررت مزارعهم جراء توقف مياه الأمطار هذا الآن في وقت مبكر كما استنكر بعض النواب أيضا من عدم وجود زيارات ميدانية من قبل الوزارة لضحايا هذه الكوارث لكن يبدو أن هناك مصاعدات قدمت لضحايا بعض الأقاليم وهو ما أكده بعض النواب خلال مداخلاتهم أكدت الوزيرة في ردها بأنها قد جاءت على رأس الوزارة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية ومالية صعبة ذلك منذ عام 2014 وأن الوزارة لم تفضل إقليم على آخر كما أكدت بأن الوزارة منهمكة الآن في إعداد استراتيجية من أجل التدخل السريع وتقديم المساعدات الضورية للمنكوبين في أي منطقة من ملاطق البلاد ترجمة نانسي قنقر